موسيقى الحكومة والمجلس فريق واحد في معالجة المخالفات والملاحظات لسنا ملائكة فالخطأ وارد لكن المهم أن نعالجه ولابد من ضبط الانفاق ووقف الهدر وزيرة الإسكان الموافقات المتعلقة بالأمن والسلامة في المطار الجديد متوافرة عبدالصمد لجنة الويزانيات عقدت 42 اجتماعا استغرقت 146 ساعة وانجزنا 84 موضوعا الهاشم أتحدى وزير المالية أن يطبق الضريبة على التجار رح يشيلون من المنصب عشور الحكومة مشهورة بكل شيء إلا الإصلاح المالي والوزير يقول إن الوضع سيستمر الرومي الحكومة لها أخطاؤها ولنا كذلك أخطاؤنا فلسنا معصومين ولا داعي لسوء النية الدمخي لابد من تعديل الهيكل الإداري فقد أصبحنا من الدول المتخلفة وتلك مسؤولية رئيس الحكومة الدقباسي بلدنا صغير لا يتحمل الكم الكبير من المسؤولين الذين ينفقون ببثخن ثم يهددون بالضرائب الموزري بعض الوزراء يحتاجون إلى خلع لفشلهم مهم الحكومة بس تعذيب الشعب المسكين الصالح ما لم تكن هناك إجراءات صحيحة لتخفيف العجوزات سنصبح دولة مديونة خرشيد المطار المساند دون موافقة من المطافئ شلون أرواح البشر عندكم بلوشي عبدالله فهاد نحن نحارب منه للفساد الذي يبذل جهده حتى يرسخ أقدامه وليد الطبطبائي تجاوزنا السلق ودخلنا مرحلة المايكروويف لميزانية تجاوزت 21 مليارا العتساني أقول للوزراء لا تمرر معاملات الواسطة للنواب الذين يتحدثون عن الشفافية البطين المشكلة وجود أشخاص بأماكن لا تناسبهم كبعض الناس في الصف الأمامي بالقاعة الفضالة إذا تغير رئيس الحكومة وجاء آخر جديد بالنهج ذاته فلن يتغير الحال العزمي الدولة تتعامل مع المواطنين كأنهم ليسوا كويتيين والأجانب يسيطرون على القرار استجواب لرئيس الوزراء من الميزري والمطير وعود الإصلاح إبر تخدير لإسكات صيحات النذير تقدم النائبان محمد المطير وشعب الميزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بطلب استجواب موجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جاب المبارك بصفته من أربعة محاور هي هدم دولة المؤسسات وتمكن المتنفذين من دون وجه حق من الاستلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإداعات وغياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيلين عند التعامل مع المواطنين والتعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة لجنة لمتابعة شكاوى سكان مدينة صباح الأحمد قدم عدد من النواب خلال مناقشة الأوضاع في مدينة صباح الأحمد ثلاث توصيات تشمل تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي يجري العمل عليها أو المشاريع المستقبلية في المدينة إلى لجنة المرافق الهامة مع احتواء تلك القوائم على جميع التفاصيل لكل مشروع على حدة وعلى العوائق التي تواجه تلك المشاريع وتقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دول انعقاد المقبل تعمل الجهات الحكومية المختصة على إنشاء مجمع ودارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد تابعة للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الأحمد تعمل الحكومة على تشكيل أو تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء لمتابعة الشكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر لمجلس الأمة ختامها تصعيد ضد المبارك الغانم المسئولية عظيمة والحمل ثقيل وتحسين وطننا عامل مهم ومفصلي للداخل والخارج إن المسئولية عظيمة والحمل ثقيل وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحسين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا والمضي حتيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج رئيس الوزراء الجهود البناء أثمرت إنجازات كبيرة وتشريعات مستحقة تدفع عملية الإصلاح الخالد أي كلمة ممكن نبلعها لكن القول إن المبارك غائب عن المشهد السياسي مرفوض الامطير والموزري يقدمان استجوابا معادا ومكررا في الوقت الضائع إلى رئيس الوزراء اشتركوا في القناة